أبو إبراهيم بارك الله فيك اليوم الثالث عشر من ذي الحجة والتكبيرات المطلقة سميت مطلقة لأن الإنسان يكبر في كل وقت وفي كل مكان يكبر في البيت يكبر في السوق يكبر في الشارع يكبر في السيارة يكبره على المكتب مثلا يشتغل في الوظيفة وهكذا هذه سمت تكبيرات المطلقة النوع الثاني التكبيرات المقيدة وهي تبدأ من فجر يوم عرفة على الراجح من أقوال أهل العلم وتنتهي بآخر أيام التشريق تبدأ من فجر يوم عرفة ويوم عرفة هو اليوم التاسع وتنتهي بآخر أيام التشريق يعني التكبيرات المقيدة في خمسة أيام يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق وسميت بالمقيدة لأن المسلم يكبر بعد الصلوات الخمس فبعدما يصلي الصلوات الخمس يكبر بعدها قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فإذا صلى العصر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق يكبر ثم يتوقف عن التكبير المقيد فإذا صلى المغرب لليلة أربعة عشر ما يكبر بعد ذلك وقد ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلم يرفع صوته بالتكبير بالنسبة للرجال وأما النساء يخفضن أصواتهن المرأة دائما مطالبة بأن تخفض صوتها وأما الرجل فيجهر بالتكبير ويعلن به يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ترجمة نانسي قنقر